حياكم الله مشاهدين في حوار المساء من أكثر المعضلات التي تواجه الشباب في الإمارات ذلك الخلل في التعرف على احتياجات سوق العمل تخمى في عدد من التخصصات تكفي لعشر سنوات وفقر واحتياجات شديدة وملحة لتخصصات تحتاج لها الدولة هذا كله في ظل النهضة التنموية الشاملة والتي تعتمد على التقنية والمهارات والجودة وفي تخصصات نادرة جدا ومستجدة هما بين متطلبات القطاعين الحكومي والخاص لا بد لنا من وقفه في ظل ما رشح عن حاجة الدولة لثمان تخصصات نادرة من أجل ذلك تساعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ سيف سالم البريكي الباحث في إدارة المعرفة حياك الله سينا الله سينا الله سينا صبعا منخوض إن شاء الله في هذه التخصصات التي تحتاجها الدولة وإذا فعلا هي متوفرة أو غير متوفرة من بعد تقرير إن شاء الله إن شاء الله إذا مشاهدينا إلى تقرير حوار المساء وعودة بعد قليل كشف مدير موارد بشرية في جهات حكومية وخاصة مشاركة بمعرض توظيف أبوظبي 2016 أن الهندسة بفروعها كافة والعلوم الصحية الطب البشري والبيطري والتمريض والطاقة المتجددة وعلوم الأرض وتخصصات البيئة والتدريس عام وجامعي والمياه على رأس الأولويات التي يحتاجها سوق العمل أثناء السنوات العشر القادمة بالإضافة إلى التخصصات المصرفية والتسويق مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستكون معظم الاحتياجات في التخصصات العلمية أكثر من الإدارية وأكد مسؤولون في جهات حكومية أن سوق العمل يتطلب كوادر وطنية تتمتع بمهارات متعددة لا تقتصر على التخصص فقط في الإدارة والقيادة والتواصل حيث أصبحت هناك حاجة إلى التوسع في إعداد كوادر وطنية في التخصصات المتعلقة بالبيئة والطاقة النووية والطاقة البديلة والهندسة اللوجستية والطب والزراعة منوهين إلى أن الهدف الرئيس من مشاركتهم لا يقتصر على توظيف المواطنين ولكن يركز بصورة أكبر على إضاحة خريطة سوق العمل للطلبة والخريجين وشرح متطلبات الفترة المقبلة إذ تتجه الدولة إلى عالم إنتاج المعرفة وتقليص الاعتماد على النفط سيف طبعا هذه حركة جديدة ومبادرة أيضا جديدة ولكنها بهدف كبير جدا أن تتوفر في السوق الحالية وظائف لم تكن موجودة لو تخبرنا شوية عن بعض الوظائف التي تحدثنا التي ممكن نتحدث عنها بشكل خاص يعني نحن ذكرنا في التقرير ولكن نريد أهم هذه الوظائف بسم الله الرحمن الرحيم أول شكرا على استضافة أستاذ عبد الله ونشكر قناة الظفرة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الآن يعني بالعكس أن توجيه الضوء هو التركيز على التخصصات الجديدة التي كانت قبل عشر سنوات مش موجودة أو كانت نادرة هنا في دورة الإمارات الحين من عشر سنوات الحمد لله بدأت في دورة الإمارات يعني التطور والتسارع في التطور البنية التحتية فطرقة دورة الإمارات أنها تبني استراتيجية جميل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ووجود فرص عمل يواكب القطاع الحكومي والقطاع الخاص واحتياجات الدولة للفترة القادمة واحتياجات الدولة للفترة القادمة تميزت الإمارات طبعا بأنها لديها خطة مستقبلية طويلة الأمد لذلك ظهرت مثل هذه الوظائف مثل الطب البشري الطب البيطري والتمريض الطاقة المتجددة علوم الأرض تخصصات في البيئة والمياه التدريس أيضا للعام والجامعي بالإضافة للصيرفة والتسويق وأيضا يعني هذه أنا قاعد أتكلم والزراعة كمهندسين زراعيين وغيرهم حسب رؤيتي نحن نصب الآن جلء اهتمامنا في تخصصات تبعدنا تماما عن البترول صحيح لأن الحين الحمد لله بدت الحكومة تتجه استراتيجية أن تكون ما هو بعد البترول نعم فإذا كانت تفكر الدولة فلازم المجتمع كامل ويفكر مع الحكومة كيف نحن نكون يعني نساعد في توصيل الدولة أنها تكون بناء في في تخطيطها طبعا وأن يكون النادي صحيح ورؤية ونكون الأجندة الوطنيين في دولة الإمارات التي تبني عليهم بعد البترول بناء على ذلك تخطيط الدولة الإمارات الخطواتي أن تفكر في التخصصات التي تفيد سوق العمل من بعد البترول جميل الآن مثل ما قلنا هذه التخصصات جدا هامة بذلك في الفترة الحالية ومع نزول طبعا أسعار النفص في الأونة الأخيرة وأيضا أنه ظهور أنه هو مجال الطاقة ولكن لا بد أن يكون مجال يخدم المستقبل القريب وليس المستقبل البعيد نعم فيخدم هذا المستقبل لتجهيز العمالة في دولة الإمارات مجتمع دولة الإمارات إلى مستقبل طبعا بعيد في رأيك أيضا احتياجات سوق العمل وهذه المهن من المسؤول عن وضع مثل هذه الاستراتيجية وتحديد التخصصات اللي ممكن أنها تكون متواجدة في الفترة القادمة هل هي الدولة أو هل هي الجامعات هي تكون مرتبط بين الدولة والجامعات لكن نحن نتمنى من الجامعات أن تحذو هذه الخطوة وتأخذ أنها تعمل فرق ولجان تدرس سوق العمل متواجد بعد تخصصات تعمل مثل تراسة كبيرة في سوق العمل توسعية طبعا توسعية في قطاع الخاص والقطاع الحكومي اللي يحتاجها سوق العمل وليش التخصصات السابقة التي فيها تراكم تعيد النظر فيها مثل تخصصات الإدارية أو تخصصات التي لا تخدم سوق العمل فترتبط من بعد تخرج الطالب من الجامعة لا يكون فيه هناك بطالة فتساعد على القضاء على البطالة وتساعد على يعني تخاضر خطوات أنه تساعده إلى توصيله إلى سوق العمل إلى سوق العمل جاهز 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 هل هناك تكون معايير تميز أو معايير جودة خاصة عن تخرجه مثل أولئك الشباب أتمنى أن الجامعات تعيد النظر في تخصصاتها فتصب النظر في عندها مثل الجودة وعندك تخصص الجودة تخصص التمييز المؤسسي نحتاجه في سوق العمل تخصص المعرفي في كثير من التخصصات ترجع تركز عليها وتعيد أن تكون نسبة التخصص مثل ناخذ تخصص الجودة نعم تأخذ التخصص أنه يكون سبعين بالمئة تراسة وثلاثين بالمئة جنرال عام يعني يكون المواد الثانية تكون عام فعندك أربع سنوات الطالب يكون فيها في الجامعة طبعا في حرم الجامعة أو خمس سنوات إذا كان في الهندسة فيقتضي من 134 ساعة إلى 187 ساعة إذا كان في الهندسة جميل فعندك إذا ركزت في تخصص معين للطالب هذا الشخص فيتخرج لك جاهز لسوق العمل صحيح بعد الأربع سنوات أو بعد 134 إذا كانت في تخصصات الإدارية وكانت في الهندسة والطب 187 ملاحظة طبعا أنه الابتعاد الآن عن الوظائف الإدارية وإنما تخصصات عبارة عن تخصصات تشغيلية وفيها أيضا المعرفة تصب هناك بشكل كبير كبير فإذا ما ذهبنا إلى الزراعة على سبيل المثال كمهدس زراعي هل نحن الآن في دولة الإمارات لدينا المساحة التي ممكن أن تستقضب هذه الفئة من شباب المواطن كمهندس زراعي طبعا لأن الحمد لله دولة الإمارات تتفكر أنها إلى بيئة خضراء ومساحات خضراء في كافة دولة الإمارات كاكتفاء طبعا لا زرع مساحات خضراء جميل فهي تحتاج إلى ناس مبتكرة في الزراعة نعم وتركز على الابتكار الحديد في عمليات الزراعة في عمليات الزراعة فتحتاج إلى مهندسين ذو خبرة في التخصصات التي يبتكروا الأشياء التي تزيد في مساحة الخضار من ناحية تقليل منسوب المياه فهذا يفيد في البيئة يعني يفيد حتى في الطاقة يفيد في الزراعة فهذه كلها تحتاج سوق العمل وتحتاجها دولة الإمارات معروف الإمارات سوقها مفتوح في كل المجالات ما عليك إلا أن تبادر صحيح وستجد طبعا العون بشكل كبير الإمارات وزعت الأراضي على المواطنين بشكل كبير جدا ومنها أراضي زراعية ومنها أراضي سكنية ولكن الأراضي الزراعية نجد بعضها لم يستغل الاستغلال الكامل فهل ترى ممكن أن يكون أحد الحلول بأن يكون يتواجد مزارعون مهندسون إماراتيون يعينون أنفسهم ويعينون المحيط حولهم بأن عندما أنت ترى الإنتاج في مزرعة يعمل بها أو يستغلها مواطن إماراتي مزارع وهو أيضا مهندس ألا ذلك يؤدي قليلا بإرفع من الهمة حتى يتم الاستشارة طبعا أكيد أنت تقدر تأخذ من الأفكار أو الحلول التي يوجدها في مزارع في مزارع لا يوجد فيها ما عد فطر أن يبتكر المزارع أو المهندس أن مكان التحلية تقليل من الماء زراعة الأشيار التي لا تتعب الأرض ولا تحتاج إلى كميات ماي كبيرة صحيح الآن أيضا هناك تخصصات جديدة التي هي الطاقة البديلة وعندنا الآن المسبار تخصص فضائي هل هذه المسارات من ضمن مسارات الخطة الاستراتيجية للدولة؟ أكيد طبعا وفي الحين أنا في اتجاهي من الجامعات أن تطرح برامج دراسية تختص في المسبار في المسبار نفس الفضائم يعني نحن رواد فضاء إماراتيين محتمل أن يكون قريبا إن شاء الله مجددا إن شاء الله لأنه هو المعلوم بأن المسبار يعمل عليه طاقم إماراتي كبير جدا وتعلمه أيضا في الخارج ومذاله أيضا قيد التدريس والتعليم لذلك نحن نتوقع إن شاء الله عقول إماراتية يعني من نوع فاخر جدا صحيح إن شاء الله إن شاء الله أيضا هناك يعني الكليات تعمل من خلال التعاون على إنشاء برنامج وطني لمنح درجات الزمالة العالمية في التمييز في التدريس أيضا لمنتسبه كليات التقنية هذا من على لسان كلية التقنية نعم فتعزيز هذا وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التعليم العالي هل هذا نحن الآن بحاجة إليه حتى نوعي أبنائنا بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المراكز الأولى وللوصول أيضا إلى ما تسعى إليه الدولة طبعا هو البيت له دور كبير يعني الأهل لهم دور كبير على تنشئات الجيل طبعا القادم يعني فالولد يعني أو الأبن يكون في البيت في المدرسة خاصة في فترة المرحلة الثانوية نعم فيكون يعني ما عنده التوعية كاملة في التخصصات الموجودة واللي يحتاجها سوق العمل صحيح وتحتاجها الدولة وفما هو طموحه بعد التخرجه من الثانوية وتكملته إلى الجامعة طبعا فأتمنى أنه يكون التوعية في المدارس وتوعية المدارس من الإعلام ومن المدرسة نفسه يكون مرشدين موجودين في المدرسة يوعون الطلاب بتوجههم إلى تخطيط إلى مستقبلهم ويضع أن الطالب يطلع من الثانوية وهو جاهز وعنده خطة إلى أين يتجه في أي جامعة يسجل وما هو بعد الجامعة في وصوله إلى هدفه طبعا يعني والأهل بيكون لهم دور أنهم يعني الأرشاد وأنهم يحببون الولد في مجال الذي اختاره طبعا الدعم الأول والأخير يأتي طبعا من العائلة لأنها هي المؤثر الكبير أيضا ولكن لا نريد الضغط بأي دمين حديد وإنما نريد الضغط بأي دمين حديد ولكن موجهة وطبعا بيحبيه وما رأي بغاها تكون ضغط يولد انفجار وذهاب إلى مسار آخر سيف سعلم نشكرك على تواجدك معنا اليوم إن شاء الله نتمنى في حلقات قادمة نحن نلتقي ونشوف بعد هذه ثمانة التخصوصات بفترة قليلة شو اللي بيصد إن شاء الله في أجواء الجامعات شكرا نحن نشكرك مراتنا علي الله يحب بك يا رب الله يسلم مشاهدين أشكر الأستاذ سيف سالم البريكي الباحث في إدارة المعرفة كان معي في حوار المساء نترككم ونعود إليكم بعد قليل مع مسألة المرات